عايز اقول لك شوية قارات كده تلقت من الكاف دلوقتي خبر عاجل يعني احنا كنا من شوية قلنا على الخبر بتاع كالوس كيروش انه تم تغيير بالاتحاد المصري عشان كالوس كيروش مرحش المؤتمر الصحفي قبل مبارات المغرب 50 الف دولار ها 100 الف دولار و50 الف دولار بس اللي هيتسدده ولو 50 الف التانيين لو تقرر هذا الامر طيب العقوبات بقى التانية اللي تخص مبارات مصر والمغرب اقاف مروان داود مباراتين لسلوكه وفرض غرامة قدرها 5000 دولار على الاتحاد المصري اقاف مساعد مدرب مصر روجير وباولو اربع مباريات وفرض غرامة قدرها 10 تلاف دولار على الاتحاد المصري تغريم الاتحاد المصري هو دا نفس الخبر هو ال 10 تلاف دولار توجيه تحذير الى كالوس كيروش مدرب منتخب مصر بسبب سلوكه غير المقبول على مقاعد المدلاء اقاف لعبي لعبي المغرب سوفيان شكلة وسوفيان بوفان مباراتين بسبب سلوكهما العنيف فرض غرامة قدرها 10 تلاف دولار على الاتحاد المغربي توجيه تحذير الى المسؤولين المغرب الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء في هذه المواجهة دي العقوبات بس هرجع تاني واقولك وتستقوله من شوية ده بيحصل في الكورة بيحصل مرفوض طبعا مرفوض من جانبين مش عايزين دايما موجود بس في الكورة وحماس الكورة وانفعالات الكورة راجل قدامي ده راجل مهزة ومحترم جدا انتعرات العقوبات قبل كده انفعالات الكورة منطقية يعني بتحسن رصبا عنك لا انت بني آدم وبيبقى تبقى موقف على الخط احيانا مضغوط ومباراة ممكن تبقى منفاعل بس يعني ما بتوصلش تجوز يعني لكن لازم الحكم برضو الحكام تبقى يعني مع المدربين تعرف ان ممكن المدرب او ممكن يمشي بعد المباراة زي دي لو خسر ف احيانا بس لازم المدرب طبعا الانفعالات مش مقبولة ومش مرفوضة احنا مش بنزكي ده بس احنا بنقول انه والد انه يحصل والد لا طبعا بيحصل لا نكبرش الموضوع نرفضه او نقول مش عايزينه بس ما نكبروش